بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة احنا مازلنا بنغرق في أنوار القرآن الكريم والغرق في القرآن الكريم هو النجاح أما الطفو على سطحه فهو الهلاك لابد أن نغرق في أنوار القرآن الكريم ونحن الآن في المجال التالت من المجالات اللي بيبنيها القرآن احنا شهرنا في ولا تعسره في رمضان القرآن يبنيني بنى فينا القرآن المجال الأول وهو مجال الذات وبنى فينا المجال الثاني وهو مجال الأسرة وانطلقنا إلى الحياة وأول ما واجهنا في الحياة هو العمل وأمس تكلمنا عن العمل وكانت أول قيمة في العمل وكانت قيمة بديعة قيمة رائعة وهي المدخل في فهم العمل المدخل في فهم العمل في رؤيتنا الجديدة التي تتعامل مع العمل ليس على أن العمل محاولة فقط لكسب الرزق ولكن العمل لأنه عبادة وعرضنا إزاي كان في ناس بتتناقض إزاي هم بيعيشوا على أن العمل ده شيء مهم في الحياة ثم بعد ذلك وهم يجعلوا أي شيء ممكن يكون عبادة بالنية ويجوا عند العمل ويكرهوا مفهوم أن العمل عبادة لا لشيء إلا لأنهم عايزين يهربوا من العمل بالشكل اللي هم مش عايزينه فأفسدوا على الناس معنى أساسي من معاني العمل وهو العبادة النهاردة ننطلق مع العمل ونرى القرآن إيه اللبنة الإضافية التي سيضفها القرآن إلى العمل ويجعل العمل يتألق ويزداد نوراً ويزداد فتحاً لأبواب جنة الحياة النهاردة نسمع قوله تعالى وهو ينادي علينا ويعلمنا وهو يقول لنا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هي الآية التي وردت في سورة هود الآية 61 من سورة هود وهذه الآية لابد أن نغزلها مع المعنى السابق المعنى الذي هو العمل عبادة ثم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أخرجنا وأنشأنا وخلقنا في هذه الأرض عشان نعيش في المسجد الثاني احنا عندنا المسجد الأول وهو المسجد الصغير الذي نصلي فيه وهناك المسجد الكبير الذي كلمنا عنه رسول الله نحن دائما عندما نصلي صلوات الجماعات ثم نخرج من المسجد إيه اللي بيحصل؟ نخرج من المسجد الصغير إلى المسجد الكبير الذي تكلم عنه رسول الله وجعلت لي الأرض مسجدا احنا عشان نقدر كما عمرنا المسجد بالذكر بالصلوات المسجد الصغير كيف نعمر المسجد الكبير بالعمل؟ فالعمل تعمير العمل تعمير القيمة الثانية واللبنة الثانية التي يضعها القرآن في حياتنا ونحن نتعامل مع مجال العمل وهو المجال الثالث من مجالات تعرضنا في هذا الشهر الكريم هو أن العمل تعمير ما معنى تعمير؟ أن العمل يعمر يعني يزيد من الخير ويزيد من النور ويزيد من البركة ويزيد من الرزق ويزيد من الفتح إذن العمل تعمير يعني يذهب كل معاني الفساد ويأتي بكل معاني التنمية هذا هو العمل فالعمل مش تكدير العمل تعمير تعمير لذات الإنسان بأنه هو بتعمير لذات الإنسان بالمهارات وبالمعرفة وكمان بالقيم وتعمير للحياة فمن أهم ما يحققه العمل هو التعمير وزي ما قلنا أن العمل نعمة وعبادة كمان بنقول أن العمل عمران فالعمران حفظ لنعمة الحياة على مراض الله والعمران وقاية ورعاية وعناية يعني إيه؟ العمل بيقوم بهذه المعاني الثلاثة للحياة يقل الحياة ويرعى الحياة ويعتني بالحياة يعني إيه العمل وقاية؟ فوقاية في الاحترازات بأننا نحترز من إفساد الحياة فكرين الملائكة لما جات قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح في حمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إذن العمل بيقي الحياة من الفساد ولذلك هو العمل وقاية بيقي الحياة من الفساد والعمل رعاية لأنه بيرعى ويؤكد أن الإنسان يسير في مراض الله لما الإنسان يعمل عملا صالحا يسير في مراض الله سبحانه وتعالى ولذلك لابد أن نضع معيار للعمل وهو الخيرية فالعمل لا بد أن يكون بالأساس يوصل إلى الخير إذن العمل ده تعمير يبقى العمل كمان رعاية رعاية للحياة أي يكثر الخير في الحياة والعمل عناية كمان في أنه يكون العمران قيمة إضافية أن العمران كمان بيعمل تنمية مش بيعمل خير بس ده كمان بيعمل تنمية يبقى العمل يحقق أول حاجة الوقاية فيمنع الفساد ويحقق الرعاية فينشئ الخير ويحقق كمان العناية وإيه اللي يحصل فتكون التنمية يا سلام إيه الجمال ده اللي موجود في العمل وعشان كده الله سبحانه وتعالى جعل العمل محققا للمقصد داني من مقاصد خلقنا وهو التعمير هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها علشان كده اختارنا آية النهاردة ويقوله تعالى وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب أي اطلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه يعينك على عمارة هذا الكون بالعمل هتلاقي ربط العمل بالعمران ده في العديد من الآيات زي ما الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل الأرض جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور يبقى لازم نعرف إن عمود العمران هو حب الحياة ويزيد عمران الحياة بمزيد حب الحياة وينقص بنقص الحياة وطيب إزاي يزيد حبنا للحياة؟ بالعمل يزيد بالعمل المغموس بالأمل يبقى يزيد بالعمل بالأمل وينقص بالإحباط وعشان كده الإحباط والكسل هم أكتر الأشياء التي تفسد العمل وعشان كده عقل العمران الحكمة واستثمارها بيكون بأربع حاجات كلها بيحققها العمل استثمار الحكمة بيكون بإيه؟ بالتنوير إن أنا أستمد النور من الله في العمل بإن أنا أعمل عن علم يبقى بالتنوير أول حاجة التنوير ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم التقدير ثم ماذا؟ بعد التقدير بيكون كمان التدبير ثم يكون التعبير كل ده هو اللي بيخلي العمل يصل بينا إلى ده طب يعني إيه؟ الإشكال اللي بعض الناس ممكن يستشكلوه إحنا قلنا أول حاجة يبقى إيه؟ التنوير يبقى فيه علم يبقى الإنسان لازم يكون عنده تنوير يعني يكون عنده علم والتقدير التقدير يعني إيه؟ إنه يضع الأشياء في مواضعها بالفكر والتأمل يبقى العمل ما ينفعش بدون معهرات وبدون تأمل وبدون بحث والتدبير هو استخدام بقى المهارات إزاي أدير بقى هذا العمل لكي ينتج خيرا ثم ينتج تنمية والتعبير لازم العمل يحتاج إلى تواصل وإلا مش هيبقى ينفع إن العمل يكون موجود من غير مهارات التواصل بإنشاء العلاقات كمان وصيانة العلاقات وعشان كده بالأربع حاجات دي ممكن يحصل العمران الحياتي والعمران الحياتي يا سادة لا يمكن إن يحتكره حد لإنه لا يكون إلا بعون ومدد من الأحد سبحانه وتعالى الذي لا يحيط به أحد فكل واحد مننا مطلوب منه عمران في مجاله وعشان كده محتاجين أن نتواصل عشان العمران يكتمل عشان وإنزايك بقى فيه حاجة يسمى فرق العمل وأهم معياره من معايير العمران هو التعارف ما بين الناس وعشان كده كان مهم جدا جدا إن احنا نعرف إن العمل ده من أهم أركانه إن الناس تتعارف مع بعض فكل عمران بيقوم على أمور لابد إن احنا ننفي عنه الصدام ويبقى العمل كله ماشي في طريق التعارف يا سادة العمل في الحقيقة لما بيكون في سياق العمران هو ده السياق اللي يرتضي الله سبحانه وتعالى وعشان كده لا يحقرن أحد من العمران شيئا ولو أن يميت الضغوط عن الناس الآملين أو يتبسب في وجوه المكتئبين أو يتعامل مع من يعاملك برفق ولي ودائما يقول إذا مات ابن آدم وانتهت حياته إلا من عمران إذا انتهت حياته لا تنتهي عن عمران يعني إذا كانت لسه حياتك ممكن تبقى حياتك بالعمران فمن أراد أن ينسأ له في عمره فليكن معمرا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل كأنه يعيشه أبدا ومن كان في يديه حلم أو أمل فليغرسه ولو تكالبت هلي الشدائد لازم نعرف أن العمران بيحب الإبداع يا سادة فمن علامات صدق الحب الإبداع في حب البديع علشان كده خليك دايما مبتكر في هذا المجال ومجال العمل اللي عنعيش فيه ولازم طول الوقت نعيش فيه في كل وقت يبقى إحنا كمان نتكلم عن العمران اللي الله سبحانه وتعالى قال وكان يعرض على الملائكة لكي يعرفوا من الإنسان القادم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعن في الأرض خليفة وهنا يكون الاستخلاف والاستخلاف بالعمل يا ساعة يا سادة إحنا لابد إن إحنا بشكل واضح لازم عندنا مجموعة من الإجراءات عشان نعيش فيها مع العمل الذي يحقق العمران أول شيء لازم نعيشه لازم تكون متوفر عندنا أمل بدون أمل لن يكون هناك أي ثمر للعمل أهم حاجة لازم نعملها لازم يكون عندنا أمل أهم منتجات حسن الظن بالله هو التوكل على الله ولازم نتوكل على الله سبحانه وتعالى أمر الثاني عشان عملنا يكون معمر لازم نتيقن وإحنا بنعمل إن الله سبحانه وتعالى جعل عملنا ده محل نظره سبحانه وتعالى وإذا كان محل نظر العمل محل نظر الله سبحانه وتعالى فهو سيكون مددنا بس بشرط إن العمل ده يكون متقن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه الطموح هو اللي بيفتح أبواب نعم الله سبحانه وتعالى وكرم الله فلازم وإحنا بنعمل عشان نكون معمرين لازم يكون عندنا طموح شامخ يا سادة هنكمل كلامنا إزاي العمل ده يكون عمل بيعيش التعمير فيعيش التنوير ويعيش الوصل بالله سبحانه وتعالى القدير ولكن بعد الفاصل وإحنا كمان بنتلقى أسئلتكم المباركة ولكن ده كله هيكون بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر ومنور يجمعنا دايماً على مجالس العلم مع مولانا سبحانه وتعالى ونظل في مجالس الذكر عسى الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا في الملأ الأعلى وإحنا تكلمنا النهاردة عن اللبنة الثانية أهم لبنات الكلام عن العمل العمل يا سادة لو إن إحنا ما أسسناش عند أولادنا عند العاملين عند الناس عند مجتمع كله إن العمل تعمير وإن العمل ده ليه هدف واضح وهو إن العمل يزيد الخير ويزيد التنمية مش بس يزيد الخير إن الناس تعيش في خير لكن كمان الخير ده يستثمر وينه هو ده معنا التعمير وإحنا قلنا إن التعمير بيبقى تنوير وبيبقى تقدير وبيبقى تدبير وبيبقى كمان تعبير كل ده خطوات في التعمير لازم نتعود عليها وعشان نقدر نحققها لازم نتخلق بثلاث أخلاق أول خلق وديت الإجراءات اللي احنا عايزين نرب عليها أولادنا أول خلق هو الأمل الناس الحقيقة يعني إذا فقد الناس الأمل لا حاجة للعمل لازم الناس تعمل بأمل لازم هو بيعمل يكون هو عنده أمل لأن الأمل ده أهم ما يجلب علينا الوسع أهم ما يجلب علينا الفضل والبركة والنعمة للأمل ده أهم آثار ومنتجات وأنوار حسن الظن بالله لو توكلتم على الله كما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله نرزقكم كما يرزق الطير يبقى إيه الله يوصلنا إن احنا نرزق كما يرزق الطير الأمل لو توكلتم على الله حق توكله نرزقكم كما يرزق الطير يبقى إذن إحنا محتاجين لأمل العمل بدون أمل يبقى دي يبقى بيخنق يبقى عبق وعشان كده لازم نعلم الناس إن العمل ومش هيحصل ده غير لما نحس إن العمل ده بيفتح أبواب فضل الله طب عشان ده يحصل إيه اللي يحصل محتاجين الخلق التاني وهو اليقين إن إحنا نكون من أهل التيقن فنتيقن إن العمل لإنه بأمل بيجعل الإنسان محل نظر الله سبحانه وتعالى وبيجعل الإنسان في مدد الله سبحانه وتعالى عشان كده يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يبقى إذا تيقننا إن إحنا إذا عملنا عملا متقنا الله سبحانه وتعالى يجعله محل النظر ومحل النظر يعني إيه يبارك فيه يبقى نفضل نعمل وبإصرار وبيقين من إن عملنا دات ممدود من مدد الله سبحانه وتعالى طب إذا وصلنا بقى وحققنا أهدافنا نقف لأ نكمل نكمل ليه لازم الصفة الثالثة في العمل اللي هو بيحقق التعمير إن يكون صاحبه طموح يبقى الطموح ده الطموح الشامخ اللي الإنسان فيه يحلم أحلاما كبيرة ويستمر إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد إلى ما لا عينه رأت ولا أذنه صنعت ولا خطرة على قلب بشر إحنا بنعمل وطموحنا وصل لغاية فين ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيثه لا يحتسب يبقى ده هو ده المدى بتاعنا طب ده مدى فين إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاءه بغير حساب بغير حساب يبقى حط الاثنين مع بعضه هو ده منتهى طموحنا بغير حساب من حيثه لا يحتسب يبقى احنا لازم كده نبقى ماشيين على هذه الطريقة وبهذا الاسلوب وبهذا المنهج يبقى احنا نعمل ايه؟ كل يوم عشان عندك إجراءات لازم تعملها عشان تعيش إن العمل تعميره وإنت وراح العمل كل يوم تسأل الله سبحانه وتعالى تقول اللهم إني أسألك أن تريني من عجائب فضلك وكرمك وفتحك اللهم إني أسألك فتحا مبينا في عملي فترى فتجعني أرى عجائب نعمتك يا رب العالمين وفي العمل كل يوم لازم يبقى عندك ديوان في العمل تدون فيه شيء جديد انت تعلمته كمان لازم في العمل كمان إن انت تساعد حد في العمل ده لأن العمل ده تعمير في بتعمل الفريق اللي انت عايش فيه وبتعمل في الفريق اللي انت عملت فيه فلازم تخدم ولازم تخلي الفريق يعمل منتج جديد في كل يوم في العمل وهو على تغادر العمل وإلا وبحمد الله سبحانه وتعالى على إنه هو كرمك إن انت تكون أحد أسباب التعمير في هذا الكون فيصل الخير ده لإن انت لو كنت معتقد ده إلا هيحصل الله سبحانه وتعالى سيكتب لك ثوابك وثواب من انتفع بهذا التعمير يا رب اجعلنا دايما معمرين واجعلنا يا رب لنعمة العمل حافظين يا رب العالمين معانا الأستاذة فاطمة تتفضل السلام عليكم يا مولان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كذلكم الله خيرا على هذا البرنامج الجميل بركتكم يا فندم الله يكريمك يا فندم حضرتك أنا ليا ثلاث أسئلة معلستها طويل تفضل يا فندم ما فيش تطويله على الحقيقة تفضل دلوقتي لو أنا يعني واحدة ستة بشتغل يعني أنا مهندسة وبشتغل وزوجي يعني كان جاله ظروف فما قدرش يعني يعني يتعب فما قدرش يقدر يصرف يعني على البيت وكده طيب فأنا تتفلت بالبيت كله بالولاد وكده يعني بنا يدعلى في ميزان حسناتك الله يعني أنا أساب على ذلك يا مولان طبعا طبعا ده ثواب عظيم ويبقوا ثواب مضاعف لأن إحنا عندنا لأن العمل ده اللي أنت بتعمليه ده داخل تحت بند الصدقة والصدقة في القرابة فيها ثواب الصدقة وثواب القرابة كمان بنا يكريمك يا مولانا يعني يعني هل ممكن أن فلوس الزكاية تتحصت في الموضوع ده لا المسألة لا أما فلوس الزكاية فلا تعطى للزوج ولا تعطى للأصل ولا الفرع لأن كأنني كده أنا أدفع الزكاية نفسي تمام طب حضرتك لو أنا اشتريت مثلا كاراتين في رمضان ووزعتها ده ممكن يبقى فلوس الزكاية ولا ده حاجة تانية حسب محتويات كاراتين الكاراتين دي لو المحتويات بتاعت الكاراتين دي المواد الأساسية للناس أو تنفع من الزكاية ليه؟ هقولك لأن الزكاية لازم تعطى للفقير سمعت قول أو تعالى في الكلام عن الزكاية إنما الصداقات للفقراء والمساكين اللام دي معناها التمليك يعني المفروض إن لو هي زكاة مال الفلوس دي يمسكها يملكها الفقير في إيديه طيب إيه اللي يقوم مقام إن قبض الفقير للمال اللي يقوم مقام قبض الفقير للمال إن أنا أديه له الأشياء الأساسية لو ما بيستغناش عنها ما بيستغناش عن اللحمة بيستغناش عن الرز بيستغناش عن العيش الحياة الأساسية بيستغناش عن ما يصلح به الطعام زي الزيت زي السمنة الحياة دي لو موجودة آه لكن هو ممكن يستغنى عن الفوزدو ممكن يستغنى عن الزبيب ممكن يستغنى عن جوز الهند يبقى إذا كانت الكرتونة فيها المواد الأساسية يبقى خلاص يبقى ماشي لكن لو فيها حاجات من قبيل الطرف فلا فدوة مش هينفع فيها فيه سؤال تاني يا أستاذ فاطمة ولا أستاذ فاطمة معلسة معنا معلسة يا باش الله يكرمك مولانا أنا عايزة أكتدعي لي ابني بس عشان هو تعبان نسأله الله ربنا يجمع له بين تمام الأجر والعافية وإن شاء الله عافية عاجلة ويكون طرب العافية مضاعفا بمضاعفات بركاتي وخيراتي هذا الشهر المبارك فيعجل له إن شاء الله فيأتيه بعافية عاجلة غير آجلة إن شاء الله ويكبر خاطرك ويكبر خاطره إن شاء الله بمزيد من فضلي ولطفي وكرمي ومدده سبحانه وتعالى أمين أمين معنا الأستاذ أحمد يتفضل الله عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد أنا معايا شقة ومعايا أربع بنات طيب ربنا يبارك في الشقة ويبارك في الأربع بنات طيب إما أنت عايز تكتب الشقة للأربع بنات طيب إيه فين السؤال بقى ده حلال ولا حرام فيها حرمانية لا ما فيهاش حرمانية وربنا يبارك للبنات وربنا يكمان يكرمك يعني ما فيهاش حرمانية أنه بعيد الورسة ورسة إيه حاج أنت حسك في الدنيا ربنا يحفظك حاج أحمد الله يخليك الله يبارك فيك ورسة إيه إحنا في إيه اللي جاب سيرة الورسة دلوقتي عشان يبقى فيه ورسة حاج أحمد لازم يبقى بعد الشر لازم يبقى فيه وفاء ولازم يبقى فيه تركة ولازم يبقى فيه ورسة إحنا دلوقتي أنت بتتصرف في ملك الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلك أمين عليه فتصرفت فيه ملك كيف ما شئ وانتظر ورستك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس السؤال الثان طيب يعني السؤال الأولاني خلاص قطعة أرض عليها الذكاء طيب يعني السؤال الأولاني خلاص كده آه السؤال الثاني بتقول عندك قطعة أرض عليها الذكاء سؤال قطعة الأرض دي بتزرعها لا دا قطعة أرض أساس المباني طيب أساس المباني أنت عارضها للبيع ولا حطيتها عشان تبني عليها بيت لولادك أو ليك لا كانت الأول عشان أبني عليها ولكن الحالية العايزة بيحها طيب من ساعة ما انت نويت تباعها خلاص بقت عروض تجار لما تجي لما تباعها بقى طلع الزكاة عليها مرة لما انت تيجي تباعها ان شاء الله خلاص كم في المية ان شاء الله اتنين ونصف في المية من تمانه طيب والارض الزراعية الارض الزراعية بتتزرع تطلع على الزرع بتاعها باخد ايجار منها لا بتاخد ايجار الايجار يتحط في رصيدك وتحطه بقى وتطلع على رصيدك كل فلوس خلاص مش هتطلع زكاة عليها الايجار لو بيتصرفي بقى خلاص مع روز زكاة حجح بارك الله وفيك وفيك ونفع بك يا رب الله عزك استاذ ههيام تتفضل السلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام ربنا يبرك في عمرك انا عندي مشكلة وعايز حد خارجي يدخل يديني الفكرة الصحة طيبة انا دلوقتي ارمالة وعندي ولد توفى الله في شهر ستة يا الله يرحمه يا رب واجعله فسيح الجنات يا رب العالمين وولد تاني قاعد في انجلترا طيبة ومعايا بنت متجوزة وقاعدة عندي في البيت البنت كانت كويسة جدا وعشتنا كانت هادية جدا الى ان دخلت صحبتها بتاعة المدرسة غيرت دماغ خلتها ترد على جوزها بطريقة وحشة خلتها عملتني انا عدوة لها ودلوقتي بقى جوزها عدوة لها ودلوقتي هي عايزة تطلق وعندها ولد وبنت دخلت عليها صحبتها ازاي عملت لها ايه صحبتها عشان تعمل فيها التغير ده كله هي صحبتها دي من ايام المدرسة كانت بتغير وتحكد عليها غض النظر ايه عملتها دلوقتي عشان تغيرها كده ما هي دخلت حياتها بنتي كشفت حياتها كلها قدام صحبتها صحبتها دي متطلقة ومعها بنتين وشافت بنتي متجوزة والدنيا هادية وجوزها ابن حلال وجايبلها كل حاجة غيرتها وانا مش عارفة اعمل ايه شيخنا مش عارفة ابعدها عنها ازاي احنا بص عشان نقدر نعالج بص حاجة هيا عشان نقدر نعالج لازم نعرف المدخل اللي دخلت صحبتها بيا يعني مثلا هي دخلت صحبتها على ان بنتنا سازجة ومعندهاش واعي بتفاصيل الحياة وان هي عندها خبرة وان هي بتقدم لها خبرتها وبتوقف جنبها وبتسندها وبتكلمها وساعات طويلة او انت ما بتعمليش كده او انت بتنتقديها فهي بتقوم بدور السدر حنايا فبتحتويها دخلت لها من انا مدخل عشان نقدر نعرف نحل ازاي انا انا مش عارفة يا شيخنا انا مش عارفة انا اولا كنت انا كنت انا وهي كاختين وكصحبتين وبنحكي كل حاجة لبعض وبنتكلم مع بعض ما عندناش اي مشاكل لمجرد ان البنت دي دخلت دخلت حياة بنتي بنتي انا ما كنتش متصورة ان هي سازجة وعبيطة كده البيت دخلت لفت لها تمكة غيرت لها كل تفكيرها بقى ترد الطرق وحشة على جوزها انا دلوقتي هي البنت مستنية ايه رمضان يخلط عشان تطلق من جوزها وعندها بنت وولد زي الفل بس اسألك سؤال هي راحت مثلا تعلمت حاجات فحست ان هي وعيها بقى احسن من وعيكم بقيت هي بتفهم حاجات انتو مش فاهمينها هي بتتصور حاجات انتو مش عارفين ابعادها في الحياة هي بتقدر تعرف بواطن اللي انتو فيه كده يعني بقت كده لا لا يا شيخنا هي دلوقتي البنت التانية دي بتخرج بصحبتها التانية دي عايزة تخرج بقى وتسحب بناتها اللي اتنين وتبقى تخش وتخرج وتطلع على مزاجها وعايزة تخلي بنتي تعمل زيها وعايزة تخليها تطلق زي ما هي تطلقت خلاص سبيني بقى اقول لحضرتك اقول لحضرتك تعملي ايه مؤقتا لغاية لكن هي المسألة دي فرصة هاتيها هي وزوجها وتعالوا على مركز رشاد الزواج وهنتكلم في مسألة انهم الانفصال لكن انت دلوقتي بتكلمي في ان فيه حد كأنه اتبذل فكرة ان فيه بنا قدم اتبذل هقولك تعملي ايه اول حاجة لازم نوقف لازم نوقف الاسباب اللي بينفر بيها مننا فلو كنت انت بتمارس الانتقاد مع بنتك زي ما انت قاعدة تحكي دلوقتي وتقولي ده هي بتعمل وبتعمل وبتعمل وهي سازجة وما كنتش متصور ان هي بنتي كده ونقص شوية تقولي ده انا والله هي مش بنتي ولا عرفها لا توقف الانتقاد اول حاجة توقف الانتقاد توقف الحاجات اللي بتنفرها منك اول حاجة انت وزوجها توقفوا الانتقاد الامر التاني تكتروا الحوار تكتروا الكلام وتكتروا في الحوار ان انتوا تسمعوها اكتر ويسيبوها تقول اللي هي عايزة تقولوا لان ممكن تكون هي عندها تراكمات فاسمعوها الاول تالت حاجة بقى ان انتوا تحاولوا بقدر الامكان ان انتوا تجدوا الاشياء المشتركة اللي بينكم وتعملوها مع الوقت هي تحس بقربكم منها غير كده ما ازنش ان في وضعنا ده هيحصل التغيير غير بدا اول حاجة نوقف الانتقاد ونوقف الكلام السلبي عنها تاني حاجة نسمعها اكتر تالت حاجة ندور على حاجات المشتركة ونبتدي بيها وان شاء الله ده يكون طريقة احسن واهم من ده كله ان انت تدعي لها في كل سجود في صلاتك عشان ربنا سبحانه وتعالى يهديها سواء السبيل استاذ عبدالعزيزي تفضل ايه دكتور عمر اهلا وسلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضل حضرتك انا دلوقتي كملت 77 لسه شبه حاجة عبدالعزيز الحمد لله الحمد لله ده جد الفضل من عند ربنا طيب وعدين عملت عملية وقت طحولي فوابان ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني سبقوك الى الجنة وتلحق ان شاء الله كلنا نكون مع بعض في الجنة ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله فانا دلوقتي عايز اتيم من بدل ما توضى اني ما عرفش اتوضى ما ودرش كمان روح الحمام اتوضى اتيم من ازاي دلوقتي انت ما فيش حد بيوديك تقرف تتوضى ولا بيقدر يجبك ولا بيقدر يوديك طيب يا سيدي انت دلوقتي تجيب شوية اي حاجة حتى لو عتجيب زلطة هتضرب عليها ضربتين ضربة تمسح بيها وشك وضربة تمسح بيها ايديك وبس وانت على السدير يعني الاول الوش وبعدين الدراعية الوش وبعدين الدراعية خلاص كده خلاص يا سيدي ربنا احفظك يا رب لما فيش حد بيوديك لازم نصلي ربنا ان شاء الله تقبل منك حاجة عبدالعزيز اللهم امين يا رب نعم شكرا يا دكتور استاذ ام يوسف تتفضل سلام عليكم وعليكم السلام وراح اطلوه بركاته اوضان كريم على حضرتك وكل سنة وحررتك طيب وعلينا وعليك يا فند انا اخوتي كان معي اتنين مرضى في ابو العزيم ليهم تلاتين سنة وواحد توفى من ثلاث سنين وواحد توفى من اربع شهور طيب طيب فانا كنت وفية عليهم وانا اللي بجري المصالحهم وداودة وازورهم وبجيب لهم الدوم وكل حاجة وقعد كده دلوقت اقول لي يا اختماريه كنت ساعدني ابو العزيم كتب ياخدوا مننا كل شهر ست الاف جنيه بس خليني بس اسأل حضرتك حاجة عشان بس الوقت يعيجري وليلي سؤال حضرتك ايه على طول انا السؤال ان انا دلوقت بعد ما توفقت شايلة ارشين باسم انا كانوا للطوارئ لو انا توفيت قبل يوم او ده او ده ما يحتاجوش ببني اجعلوا حوزان حسن واختي بتساعدني اللي هي مريضة دي بس مبسوطة يعني بتساعدني بألفين جنيه كل شهر فهل المبلغ دلوقت اللي في البنك اللي هو بالاسم ده اصبح دلوقت بتاعي انا ولا هما هو ده كان من فلوسهم هما ايه انا كنت بجري باسمنا بس كنت بجري يعني بس بجري لا سؤالي بس يعني ده كان فلوسهم هما لا يا الفلوس جاية من اعانات وانا اللي بجري فيها فالفلوس الناس من الدوالك انت عشان يساعدوك في الصرف عليهم اه تاني كده عادي التعبير ده لان التعبير الكلمة اللي فيها تفرق يعني الناس كانوا بديكوا فلوس انت عشان دي يساعدوك في الصرف عليهم صح ايو 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 انا كنت شايلهم للزمن اسمعيني بس يا حجة لو سمحت ايو ايو ولا بيدوهم هما الفلوس وانت بتصرف عليهم من الفلوس لا بيدوني انا خلاص فلوس دي فلوس كنتي اه حد تطعب اسمي في البنك دي فلوس كنتي ودي حلال وربنا ان شاء الله ربنا يكتب لك السواب وان شاء الله ربنا يبرك لك فيهم احنا النهاردة يا سيدة اتكلمنا حلقات رمضان بطبعها بتجرب سرعة وكمان تلفوناتنا معاكم بتبقى مليانة محبة ومليانة ود وعايزينها تفضل على طول لكن الحلقة عدت ولكن بنت فينا لابنا مهمة جدا جدا العمل يا سيدة بالله عليكم ما ينفعش يبقى معنا الرجولة والمعنى اللي بيخلينا عبارة عن اوعية ربنا سبحانه تعالى يسكب لنا فيها النور وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون مش ممكن ابدا يكون العمل الجميل ده الحاجة اللي فيها معنى الرجولة وكمان اللابنة التانية اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة ان العمل ده بيعمر وبيزود الخير وبيكتر في التنمية مش ممكن ابدا نعتبر ان عمل ده عب وعشان يستمر العمل ده مليان بركة ويفتح لنا اجواب المحبة والمؤدة والنور والبركة والخير مع الله لازم احنا نبقى عارفين العمل ده ربنا خلى في حياتنا ليه ربنا خلى العمل ده عشان يبقى باب واسع للتعمير والتعمير ده يعني يزيد الخير وكمان تزيد التنمية يا رب اجعلنا من المعمرين اجعلنا نعيش بأمل واجعلنا من اهل اليقين في رزقك واجعلنا كمان من اهل الطموح اللي بنقول وبنكتب على صدرنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم احلاما كبيرة فان عبد الكبير يرزقه الله سبحانه وتعالى بالرزق الكبير والعطاء الوفير يا رب اجعلنا من اهل الرزق الواسع واجعلنا من اهل التعمير واجعلنا يا ربنا دائما من اهل التنوير بنورك ومددك يا كريم يا قدير يا رب العالمين